أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمق وثابات العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان وخلال استقباله رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسو تاكس بمدينة العالمين الجديدة أشهد الرئيس السيسي أيضا بتطورا ملموسا الذي يشهد التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعرب الرئيس السيسي عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي إلى جانب التعاون المثمر على صعيد ألية التعاون الثلاثي مع قبرص وجدد الرئيس السيسي التهنئة على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية موضحا أن نتائجها جاءت لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليونانية كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي والتضامن مع اليونان في مواجهة أساري وتدعيات حوادث حرائق الغابت مؤكدا وقوف مصر بجانب اليونان في مواجهة تلك الأزمة من جانبه حرس رئيس الوزراء اليوناني على تقديم الشكر والتقدير إلى مصر عقب إرسالها طائرات للمساعدة في عمليات إخباد حرائق الغابت في اليونان مؤكدا رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرس بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى أفاق أوسع على مختلف المستويات خاصة في ضوء الدور المصري البارز في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة متوسط أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات سنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين فضلا عن التباحث حول سبل تعزيز أفق التعاون السنائي بين البلدين الصديقين أشار المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا تأكيد الحرس المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المواقع بين البلدين واستمرار دفع التعاون في مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والثقافي إلى جانب ملف الطاقة وما يتعلق بالغاز الطبعي والربط الكهربائي وكذا التعاون في قطاعات التحول الأخضر ونوه متحدث الرئاسة إلى أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى ووجهة النظر تجاه الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في اتصاق مواقف الدولتين في منطقة شرق المتوسط مع تأكيد منتدى غاز شرق المتوسط تمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار كما نقر الزعيمات تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط حيث ثمن رئيس الوزراء اليوناني ما تقوم به مصر من جهود لمواجهة هذه الظاهرة خاصة في ضوء ما تفرضه من أعباء بسبب استضافة ملايين اللاجئين على أرض مصر أشار المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن المباحثات كذلك تناولت في ذات السياق عددا من القضايا ذات الاهتمام المتندل على رأسها التبعات العالمية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن مستجدات الأزمة القائمة في المنطقة خاصة ليبيا وأكد رئيس سيسي موقف مصر بدعم المسار السياسي وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخاب الرئاسي والبرلماني وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها كما اتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة تنصيق المكثف لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام وأمن واستقرار ترجمة نانسي قنقر